استثمار المفردات الثقافية والمنتجات الإعلامية والمعارض والمسارح والأفلام الوثائقية ومعارض الكتاب والفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والفعاليات المتنوعة وغيرها تسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة فالسياحة وصناعة الإنتاج الثقافي عنصران متلازمان في تحقيق الأهداف الوطنية ضمن رؤية عمان 2040 النار الثقافية خصص قلسة حوارية جمعت عددا من المعنيين لمناقشة هذا الموضوع هادفا لذلك إلى الوقوف على المستقدات وأبرز التحديات المقومات التراثية تعتبر مقومات أساسية للمنتج السياحي والسلطنة غنية بمقوماتها التراثية سواء المقومات المادية والغيرمادية المادية مثل ما يعرف الجميع هي القلاع والحصون والأبراج والأسوار والحارات القديمة أيضا يوجد التراث الثقافي الغيرمادي هي طبعا العادات وتقاليد المجتمع المحلي وقيمه والمكونات الأخرى التي تتمثل في الأهازيج والفنون الشعبية والأكلات والمنتجات الحرفية أيضا هذه المنتجات إلى جانب المنتج التراثي الطبيعي ليتمثل في المقومات التضاريسية للسلطنة المحاور المطروحة في القلسة الحوارية تطرقت إلى أهمية التكامل بين صناعة الإنتاج الثقافي واستثماره في صناعة السياحة أو الترويج لها نتحدث الورقة هذا اليوم عن جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال العنشطة والفعاليات الثقافية التي تتنظمها داخل السلطنة وخارجها من خلال تنظيم الأسابيع الثقافية التي تقام في مختلف دول العالم بالإضافة إلى المهرجانات التي تشارك فيها سواء كان في دول مجلس تعاون أو الوطن العربي كذلك يلعب طبعا معرض مسقط الدولي للكتاب دور بارز ومهم جدا في استقطاب العديد من الناشرين والكتاب والأدباء بالإضافة إلى المهتمين بالنشر والطباعة في الوطن العربي وكذلك في مختلف دول العالم النقاشات خلصت إلى أنه كيف لصناعة الإنتاج الثقافي أن يؤدي دورا محوريا في تنشيط السياحة والعكس أيضا وكيف يمكن إعداد دراسات توضح الوجهات الثقافية المفضلة للسياح التي لها أثر مباشر في الترويج السياحي السياحة وصناعة الإنتاج الثقافي انتحدى في إشراك التراث الثقافي بمنتقاته المادية وغير المادية ودعم التنوع الفكري سيعزز من الترويج للهوية الثقافية العمانية وسيسهم في استثمار ما تزخر به السلطنة من مقاومات سياحية ومخزون ثقافي إبراهيم بن سالم الهادي من النادي الثقافي بمحافظة مصر